اشتركوا في القناة وخير ما امرت به هذا الكلام الحسن واعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيه وشر ما امرت به سب الدهر يا اخواننا هناك من يسب الدهر يسب الأيام يسب الليالي البحر غدار الزمن غدار يلعن اليوم والأيام والليالي ويقول لزوجتي مثلا أسود يوم في حياتي يوم التقينا ما علاقة الأيام ويوم سود ما يوجد عندنا يوم أسود ويوم أبيض فلا يجوز أن ننسب الحوادث إلى الدهر كان هذا شرك أكبر وهذا عمل أهل الجاهلية مسبة الدهر مسبة الريح قول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا لو تفتح عمل الشيطان ماذا تقول؟ تقول قدر الله وما شاء فعل لا تقول لو أني تقدمت لو أني تأخرت لو لم تسافر لحصل لك كذا لا قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل يصح هذا ويصح هذا أخطر ما يكون في هذه الأيام باب الاستهزاء لأن بعض الناس ما بقي له أن يسخر ويستهزئ ويلعب وينكد ويضحك ويرسل رسائل إلا قل أبي الله يعني ما بقي أن تسخر وتستهزئ إلا بالله وآياته الشرعية والكونية ورسوله جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يرسل لك رسالة فيها آية وحديث أو آية وحديث مركبة مع حوار بين الرجل والمرأة حتى تضحك أو يرسل لك رسالة مثلا فيما قال الخبيث فلان في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أعوذ بالله بالله لو واحد يسب والدتك ترسل لي المقطع وتقول انظر ماذا قال الخبيث في أمي كيف يا أخوانا كيف ننشر مقاطع أهل الباطئ حتى هذا ليس إنكار هذا مخالف لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم أكثر مشاهدات لمقاطع الضلال منا إلا من رحم الله كيف تشاهد مقاطع الضلال مقاطع الكفر مقاطع الفسق مقاطع السب للرب والسب للنبي صلى الله عليه وسلم والسب للصحابة يا أخوانا الذي يسمع السب والاستهزاء إما أن ينكر أو ينصرف يخرج إذا جلس حكم حكم الساب المستهزئ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم الكفر كفران يقول العلماء رحمهم الله كفر إعراض يعرض عن الدين لا يدخل مثل أبو طالب لم يتعرض لهذا الدين الثاني من أنواع الكفر كفر معارضة مصادمة محاربة مثل أبو جهل وأبو لهب وفرعون الذي يستهزئ ويسب ويسخر كفر كفر معارضة وبعض الناس محامي دفاع عن هؤلاء عمن يسب الرب ويقول لا كيف قلبك قال قلبي مطمئن يقول سب الرب ولا أشكال يا أخي غضبان سبحان الله لماذا عندما يغضب لا يسب العشيرة ولا القبيلة لا يخرج حتى النقود التي في جيبي ويقطعها صح؟ أما يسب الرب لا أشكال يستطيع يسب الرئيس لا يستطيع في بعض الدول أن يسب الرئيس لكن يسب الصغير قبل الكبير يسب رب العالمي لأنه لا حساب في هذه الدولة نسأل الله عافية السلامة محامي دفاع عنهم يقول لا لا يعرف أنه سب الرب كفر إذا كان لا يعرف أنه سب الرب كفر ماذا يعرف من الدين أصلا؟ ماذا يعرف من الدين؟ ماذا بقي من الدين؟ أصلا إذا يسب الرب سبحانه وتعالى يسب النبي صلى الله عليه وسلم يسب الدين أخواننا مسألة عظيمة جدا لا تلعب من المؤمن؟ قال إنما المؤمنون الإيمان هنا أعلى من الإسلام إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت أي خافت قلوبهم أما تلعب وتسخر وتستهزي بآيات الكتاب والسنة نكت